السعوديين يبتدوا يتبقنوا من حاجة مهمة وهي ان امريكا شايفة ان الاولواية في الشرق الاوسط كله في ايران مش للسعودية وده المشهد الواقف عنده السعوديين ودول الخليج كله ليه؟ لان الخليج شايف ان الرئيس الامريكي عاوز يعقد الاتفاعل ناوي مع ايران رغما عن اي حاجة اي حاجة هتوقف اصاب الاتفاعل ناوي ده هندوس عليها حتى لو كانت الرغبات السعودية خد بال دي اخطر نقطة في العلاقات السعودية الامريكية حاليا لان السعودية شايفة ان رئيس الامريكي مش شايف الطموح السعودي او شايف الرغبة السعودية لا لا هو شايف الاتفاعل ناوي مع ايران هو ده اللي يأمن المنطقة مش بس كده امريكا فقدت الرغبة في منطقة الشرق الاوسط ما بقتش منطقة الشرق الاوسط لأولوية بالنسبة لها او حتى بتحاول تحل اي خلاف فيها خالص قولي تدخل الامريكان في منطقة الشرق الاوسط ناشط زي الأول أو لا؟ لا خالص مش ناشطين تماما تماما السؤال الأكبر والأقوى قولي آخر صفقة سلاح سعودية من أمريكا كات إمتى؟ إمتى؟ هتقولي من شهور مش عادة السعودية إنها ما تعملش صفقات تسليح بشكل دوري مع الأمريكي وكل شوية تحاول تطور من سلاح موجود عندها فلازم حضرتك تعرف إن العلاقات السعودية الأمريكية سيئة وسيئة جدا وكن وليه العاد السعودي يغير من منصبه ويتنازل عن منصب وزير الدفاع ويمسك رئيس وزراء معنى كده إن هو مش واسق في الأمريكيين وعارف إن الأمريكيين ممكن يلتفوا عليه عن طريق القضايا اللي مرفوع عليه من قبل خطيبة جمال خاشوك جي إنها بترفع عليه قضايا هي ومنظمة دول وهو عارف إن القضايا أمريكية ممكن تسكت ممكن تحاربه سياسيا وقضائيا الحقيقة إن الكلام ده كله يثبت لك إن عدم ثقة في العلاقات السعودية الأمريكية بس الأكتر من كده هو إن السعودية نفسها بتتغير السعودية نفسها شايفة نفسها بلد جديد أنا مش مرجمة إن أنا أمشي مع السياسة الأمريكية اللي هو يا معايا يا ضدي